اشتركوا في القناة وفي بداية كلمتها بالملتقة قالت زايد ان اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في السادس والعشرين من نوفمبر من عام 2019 يعد اهم تاريخ في القطاع الصحي بمصر وبداية العهد الجديد لتأسيس نظام صحي قوية يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمنظومة الصحية وعلى تقديره للمنظومة الصحية وعلى كثير من القرارات التي تمثلت في القوانين بأمر من سيادته منها مد سن المعاش للأطقم الطبية لسن 62 وامكانيات التعاقد لسن 65 منها صندوق مخاطر المهنة منها الزمالة المصرية وتقويتها كثير من القرارات سيادته أخذها وطبعا التأدير الكثير الذي يقدمه للعملين في القطاع الصحي لتصديم للكورونا ومنذ أن تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في العام الماضي تم تسجيل أكثر من 600 ألف مواطن في المنظومة الجديدة وتجهيز 35 وحدة صحية ومركز طب أسرة وثمانية مستشفيات كبرى كما تم تقديم خدمات طبية لأكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية جراحية في جميع التخصصات ويتم حاليا تجهيز محافظة الأقصر حيث أنها المحطة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة أهلا بحضراتكم اسمحوا لنا أن نحيي عبر الإنترنت الدكتورة إنجي السيد غنيم وهي منصق الموارد البشرية بمشروع التأمين الصحي دكتور إنجي تقبل التحية ابتداء أهلا بحضراتكم دكتور بعد مرور سنة إيه اللي اكتشفته الدولة بعد إطلاق هذا المشروع وهل كل التفاصيل اللي كانت بطارة الدولة إنها ضرورية أن تطبق في محافظة بورسعيد كنموذج نجحت فيه وما هي الأخطاء اللي رصدتها الدولة من خلال هذا التطبيق النموذجي؟ في البداية أنا بحيي حضرتك وبشكركم على الدعوة إن أنا أنضم معيك وإن أنا أتكلم عن شغلنا في مشروع التأمين الصحي الشامل لأ لا أقدر أقول لك إن إحنا إذا أقول لنا نجح يتحقق بورسعيد بعد سنة بورسعيد أقدر أقول لك لأ إن كان تقريباً منخصص على الورق بالنسبة تتخطى التعيم في المية فوقع على أرض بورسعيد طيب والمشروع المفروض إنه ما صاره دكتور هينطلق منين؟ يعني كاتل المفروض إنه محافظة بورسعيد هي المحافظة النموذج وبعد كده هيتم تعميمه في مناطق أخرى في مصر شكل هذا المشروع مستقبلياً كيف سيتم؟ هو المرحلة الأولى من مشروع تأمين الصحي الشامل كانت الأول بورسعيد كانت المفروض بورسعيد اسمع اللياء سويس جنوب شمال سينة وبعدين حصل تعديل في محافظة المرحلة الأولى خرجت شمال سينة وانضمت محافظة الأقصر وانضمت محافظة أسوأ وهل المحافظات دكتور اللي حضرتك كلمتيها سواء في المحافظات اللي كانت موجودة ضمن الجدول الزمن الأولي أو ما حدث عليه التعديل برضك هتكون في إطار لاختبار زي بورسعيد ولا لها وضعية تانية؟ في بورسعيد بدأ في شهر سبعة اللي فات واحد تابعة ثلاث شهور مرحلة تشغيل تجريبي لحد ما افتم التشغيل الفعلي في شهر عشرة والافتتاح الرئيسي تم في ستة وعشرين حداشر ألفين ونسعة عشرين بالنسبة للمحافظات التانية لأ رئاسة مجلس في الوزراء أصدرت قرار من أيام قليلة بنقل أصول العلاجية في محافظة الأقصر إلى الهيئة العمر الرئيسي حي مباشرة وده معناه أن تطبيق المشروع في الأقصر حيبدأ على طول مدون تشغيل تجريبي لأن احنا كانت بنسبة لنا التجربة أو الفايلوت اكسبيرمنت كانت سبب سعيد والمحافظات اللي جاية بعد كده حيتم فيها تطبيق المنظومة بشكل مباشر اسمحيني دكتور احنا كنا بتتكلم على أنه كان البداية الحديث عن البشرة لما كنا الناس كانت بتسأل احنا إيه اللي هنستفيدوا عن ما كان متعارف عليه في مشروع التأمين الصحي وإنه قلنا أنه فيه عمليات جراحية هيتم برصدها في تخصصات مغيرة وإنه كان فيه بعض الأحاديث المرتبطة بالتخصصات اللي مفروض أنها يتم تغطيتها على كل المدن بعد تعميم هذا التطبيق وهذه الفكرة هل تم تلافي هذا الأمر وهل تم تدبير كل التخصصات اللي بتحتاجها الأمراض في كل المحافظات اللي هيتم تطبيق فيه هذا المشروع بالنسبة لإيه الفرق أو إيه الاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل أو إيه اللي حيضيفه مشروع التأمين الصحي الشامل على الخدمات الصحية اللي بتتقدم دلوقتي إحنا بننتقل من مرحلة إن إحنا عندنا التأمين الصحي بيغطي بس موظفين الحكومة وطلبة المدارس اللي هم حوالي نسبة تتجاوز الخمسين في المائة من مجتمع المصري بقليل إلى إن ننتقل مرحلة التغطية الصحية الشامل كل مواطن على أرض مصر حيتمتع بتغطية صحية شاملة وتتكفر الدولة بدفع الاشتراكات عن غير القطع وده معناه إن ما فيش مواطن مصري حيبقى في محافظة من المحافظات اللي تطبق فيها منظمة التأمين الصحي الشامل حيروح مكان لتلقي الخدمة ومش حيلاقي حد يقدم له الخدمة أو مش هيبقى له حقف إن هو يخذك بالنسبة بقى للخدمات الطبية سواء جراحية أو علاجية اللي بتتقدم في حافظة التأمين الصحي الهدف من تطبيق منظمة التأمين الصحي الشامل هو إن المواطن يلاقي كل الخدمات اللي بيحتاجها جوال محافظة إحنا دلوقتي في برسعيد عندنا خدمات طبية على كل المستويات من أول خدمات طب الأسرة في مراكز ووحدات الرعاية الأولية اللي بيقدمها طبيب الأسرة لحد العمليات الصغرى والكبرى والتخصصات الندرة برسعيد دلوقتي بتعمل فيها عمليات دقيقة في المفاصل والمخ والأعصاب وأساطر القلب وقلب الأطفال يعني برسعيد دلوقتي مواطن البرسعيدي ما بيحتاجش يخرج بره برسعيد عشان يتلقى أي خدمة طبية مهما كانت ضغط وده ما كانش موجود قبل تطبيق المنظومة يعني أنا بس كل اللي بحاول دايما نسأل فيه من أول لقائي مع حضرتك إيه اللي جد عن مكان يقدم في السابق وبعد تعميم هذه المنظومة دا سؤالي المحور اللي أنا بسأل حضرتك دلوقتي بشكل مباشر اللي جد اللي أنا قلت لحضرتك إنها دلوقتي كل مواطن على أرض برسعيد بقى له الحق في طلق خدمة علاجية الأول ما كانش كل مواطن كانوا بس الموظفين وطلبة المدارس هم المغطين بالتأمين الصحي الأديم ثاني حاجة كان المواطن بيضطر يخرج برا المحافظة عشان يطلق خدمات علاجية متقدمة في المحافظة غير موجودة في المحافظة دلوقتي كل الخدمات الصحية موجودة في المحافظة والعلى مستوى وبيقديها أستاذة في التخصصات بيجوا من برسعيد من الجامعات ومن معاهد التعلمية تقريبا المواطن البرسعيدي دلوقتي عنده أعلى كفاءة بتأديله خدمات وأعلى جودة بيتلقها في خدمات في مستشفيات وحدات ومالاكة الهيئة العامة دلوقتي إحنا قلنا بتكلم على الاشتراكات إنه إحنا قلنا بتكلم إنه هيتم خصم نظير هذه الخدمة من العاملين بالدولة فيما يتعلق بمن لا يعمل ضمن القطاع الحكومي للدولة المصرية إزاي هيتم تغطيته ماليا وهيتم التعامل معه إزاي وهل الموضوع مش محتاج اشتراك يعني هل في منظومة مالية هترعى هذه الفكرة ولازم أنا روح أقدم على التأمين الصحي ولا أنا بصفتي مواطن مصري بدخل مباشرة ضمن هذا النظام الصحي بالنسبة للغير العاملين بالجهاز الحكومي الإداري للدولة بيبقى ليهم سجلات تجارية لو هم أعمال حرة أو غيره وده عن طريقه بيتم أن هما بيدفع اشتراكاتهم عن طريق سجلاتهم التجارية المسجلة بمشاريعهم أو شركاتهم القصة ولو في مؤسسات أو هيئات معينة بتأمل على موظفينها هي بتتعامل بشكل مباشر وبتأمل على موظفينها مع الهيئة المسؤولة عن جامعة الاشتراكات وهي هيئة تأمين الصحيح بالنسبة للغير القادرين ده بنص قانون اتنين لسنة 2018 اللي هو قانون تأمين الصحيح في الشامل تكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين بالمنظومة وغير القادرين دول يا دكتور هيتم رصدهم إزاي أو هيتم حصرهم إزاي دي بيتم رصدهم عن طريق التواصل مع الجهات المعنية اللي بتبقى مختصة بوزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات وده بيتم عن طريق هيئة التأمين الصحيح الشامل اللي هي القصة بجامعة الاشتراكات دي مش مدام نختصة هيئة الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية مختصة فقط بتقديم الخدمات الصحية كنا دكتور بنتكلم في بداية انطلاق المشروع قبل عام من دلوقتي دكتورة إنجي عن إنه في بعض التخصصات مازال بيتم البحث فيها وكان الحديث هنا دايما وده كانت أسلتنا المتكررة عن طب الأسرة وإنه ده تخصص موجود ولكن محتاج يتم تعميمه ومحتاج إن احنا نوصل لمرحلة ده على مستوى الناحية الطبية الطبيب اللي هيطلقى الطلبات أو هيطلقى المرضى وهيتم تشخيص الحالات وكنا بنتكلم في بداية تطبيق هذه المنظومة عن تسجيل أو قاعدة البيانات اللي هتشمل كل المواطنين هل قاعدة البيانات دي اكتملت أولا في برسعيد واكتملت في المحافظات اللي هينتقل لها أو هتنتقل لها المرحلة الثانية من عدر المشروع؟ بالنسبة للجزء الأول من سؤال حضرتك الخاصة بخدمات طب الأسرة إحنا فيه اهتمام خاص بطبيب الأسرة فيه تعاون بين هيئة العمل الرئيس الصحية ووزارة الصحة وزمالة المصرية عشان نقدر نوفر أكبر عدد من أطباء الأسرة اللي يقدروا يغطوا الوحدات والمراكز الخاصة به هيئة العمل الصحية ويقدروا سدمة للمواطن بشكل مثالي فيه اهتمام خاص بتدريب أطباء الأسرة وأكبر دهيلي على كده أن أول فئة سفرت بر مصر تتدرب كانت هيئة أطباء الأسرة السنة اللي فاتت سافر أكتر من 65 طبيب لميبر سعيد لإنجلترا لتقلقي التدريب على كيفية التعامل مع نظام طب الأسرة ومعلومات أكتر بصفة أن النظام التأمين الصحي في إنجلترا هو من أقدم النظم الصحية المعتمدة على طبيب الأسرة والأطباء سافروا وقعدوا هناك وتعرفوا على النظام وشافوا التجربة عن أرب عشان يقدروا يرجعوا يطبقوها في مصر والتجربة دي كانت لها يرد فعل إيجابي جدا على الأطباء ورافعت كتير من مستوى أطباء الأسرة اللي هم أصلا عندنا بيبقوا مؤهلين وعلى درجة عالية من الجبنة بالنسبة للسؤال الثاني الجزء الثاني من سؤال حضرتك معلش ممكن تفكرني بسؤالة اللي هو دكتور تسجيل البيانات قارة البيانات موضوع تسجيل البيانات دلوقتي برسعيد في أكثر من 600 ألف مواطن برسعيدي قريدي يسجلوا وبقى وفتح له ملف عائلي في منظومة التأمين الصحي الشامل المواطن ما عليه غير أنه هو يتوجه لي قرب واحدة صحية أو مركز للطب أسرة قريب من منزله معاه بطاقة رقم القومي الخاصة به وبأفراد أسرته لفتح ملف للعائلة كلها وكده يكون انضم للتأمين الصحي الشامل أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إنجي السيد غنيم وأنتي منصق الموارد البشرية بمشروع التأمين الصحي الشامل شكرا دكتور على هذا الوقت اللي خاصة صيدنا كنت معنا عبر الإنترنت شكرا جزيلا لك نحن نروح مشاهدي الكرام قبل ختم هذه الفقرة مع الزميل أحمد ده ممدوح موفد أنيل إلى مركز شباب الجزيرة لفعاليات أو مشاهد ما بعد مباراة الأهلي والزمالك من يائي بطولة إفريقيا أحمد صف لنا ماذا حدث؟ نعم أتحدث إليكم الآن من مركز شباب الجزيرة حيث نتابع ردود فعل الجماهير بعد مباراة فريقين الأهلي والزمالك في نهاي دوري أبطال في إفريقيا وهذا اللقاء الهام الذي يجمع بين فريقين من دولة واحدة في قارة إفريقيا كان الشوط الثاني والمباراة قد انتهت بفوز نادي الأهلي اثنين واحد مقابل الزمالك ليحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا وسط ردود فعل حماسية وأجواء رياضية بالحصول على هذا اللقب في قارة إفريقيا وتمثيل مصر في المحافل الدولية والإفريقية للحديث أكثر عن التقييم العام لمباراة فريقية الأهلي والزمالك معنا أحد الجماهير لتقييم هذه المباراة نقول تقييم حضرتك وهذا الفوز للنادي الأهل النهار بسم الله الرحمن الرحيم هو فوز طبعا كبير وفوز يستحقه النادي الأهلي كنادي القرن ونادي البطولات فهي كانت مباراة جميلة بين الناديين أقوى ناديين في أفريقيا وفي الوطن العربي كزمالك وحامل الصبر وكأهلي بطل الدوري وبطل الكاس فكانت مباراة يعني إلى حد ما كانت مباراة صعبة شوية على اللعيبة وفي غياب بعض اللعيبة المهمة بالنسبة للفريقين فكان الشوت الأول كان الأهلي أول ديئتين جابي الجون الأول وبعد كده الزمالك عاد ترتيب أوراقه وسيطر على الشوت الأول وقدر يحصل على التعادل من خلال اللعب الحريف شكبالة بقورة حلوة أو وجون كان جميل وانتهى الشوت الأول بسيطرة الزمالك على الشوت الأول مدرب الأهلي صحح أوضاعه في الشوت الثاني لأنه كان خط وسط الأهلي كان ما كانش موجود فرودة الأهلي كانت في غياب تام فصححوا أوراقهم ويرتبوا أوراقهم وبدأوا الشوت الثاني نزلين هجمين مش مدفعين بيترتيب من السيطرة على وسط الملعب وقدروا يضيعوا فرصة وقدروا أنهم يسيطروا على القرى بأكبر وقت ممكن بيترتيب أوراقهم وترتيب اللعيبة حصلة يعني مباراة قوية بين الفريق أكيد أكيد مباراة قوية وفعلا أمتعونا فعلا وطبعا مع غياب بعض اللعيبة وكل ده في صالح طبعا القرى المصرية وفي صالح مصر ونرجو من الجمهور عدم التعصب وعدم الإساءة لأي فرقة مبروك للأهلي مبروك للأهلي وهارضي لك للزمالك شكرا شكرا يعني كما نشاهد أجواء رياضية وردود فعل برضو حماسية بين مشجعي فريقي الأهلي والزمالك واللي تم المشاهدة المباراة وسط أجواء رياضية وأعلاء قيم المحبة والروح الرياضية بين فريقي الأهلي والزمالك الكل الجماهير يؤكدون أن يعني الفوز سواء لفريق الأهلي أو للزمالك فهو لمصر وتمثيل مصر ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية والإفريقية إليك زميل نعم شكرا أحمد مدوخ موفد النيل إلى مركز شباب الكزيرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهاية دوري أبطال إفريقية شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام هذه النقطة تخدمينها بعد قليل قراءة في عروين الصحافة المصرية الصادرة هذا الصباح مع ليلة عمر أرجو أن تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر